موسيقى مشاهدين أهلا بكم في حلقة جديدة من حصاد الصحف البداية من المساء التي أشارت إلى وجود مخازن سرية للمحروقات تكشف طواط أجهات معينة لحرمان الدولة من المليارات مضيفة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب كشفت عن وجود سوق سوداء تتولى ترويج حوالي 50% من المحروقات المستهلكة بالمغرب بتواطئ بين بعض الشركات والوسطاء دون دفع أي سنتيم إلى خزينة الدولة وأضحت المساء استنادا إلى الجامعة ذاتها أن هذا الوضع يلحق بأرباب المحطات خسائر كبيرة ويتسبب في أضرار وخيمة للاقتصاد الوطني من خلال رقم المعاملات الذي يتم تداوله خارج الدورة الاقتصادية والذي لا تجني منه خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا من الضرائب في الوقت الذي يعاني أرباب المحطات من الضغط الضريبي إلى الأحداث المغربية التي نشرت أن المغرب والولايات المتحدة الأمريكية شرعا في إجراء تداريب عسكرية بحرية مكثفة تحت اسم مصافحة البرق من أجل تعزيز الاستجابة للتهديدات الأمنية والرفع من قدرات القوات البحرية في مجال المواجهات العسكرية البحرية المناورات التي انطلقت في الثالث من مارس الجاري تعرف مشاركة حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة دويت دي ايزنهاور والمدمرة الأمريكية ذات الصواريخ يو اس اس بورتر وفرق من البحرية الأمريكية إضافة إلى طائرات عسكرية هجومية ومروحيات ومن الجانب المغربي تحضر في القطة البحرية الملكية طارق بن زياد ومقاتلتان من طراز F5 وF16 وطائرة هليكوبتر من طراز بانثر إضافة إلى مشاركة طاقم مركز العمليات بالبحرية الملكية ومركز القوات الجوية الملكية اهتمت بعض الصحف بقرار المغرب تعليق العلاقات مع السفارة الألمانية والهيئات المرتبطة بها الخبر نقرأه في صحيفة القدس العربي التي نقلت أن المغرب اكتفى بعبارة غامضة مفادها خلافات عميقة حول قضايا مصيرية أضفت الصحيفة أن الأمر قد يتعلق بملف الصحراء المغربية وتتحدث مصادر أخرى عن شبهة تجسس وتواصل الصحيفة حول هذا الموضوع بالقول أن صمت الحكومة وعدم تقديمها لتفسيرات يساهم في الكثير من الغموض والتأويلات وتذهب مختلف التأويلات إلى اعتبار ملف الصحراء كعامل أساسي ورئيسي بحكم مواقف برلين مؤخرا في هذا الشأن الخبر تداولته كذلك الصحف الألمانية مستندة إلى ما جاء في تقارير إعلامية من المغرب صحيفة فغانفوكتر ألغماين نشرت مقالة لمراسلها من مدريد يقول أنه بحسب مقالات صحف مغربية فإن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا طالب في رسالة مسربة إلى وسائل الإعلام كل الوزراء بوقف أي اتصال مع السفارة الألمانية وأرجع الكاتب سبب تلك الرسالة إلى قضية الصحراء المغربية باعتبارها ملفا بارغ الحساسية في المغرب وقال الكاتب أن ألمانيا لم تبدأ أي استعداد لاتباع خطوة الولايات المتحدة بعد اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء في شهر ديسمبر إلى صحيفة أعب نيوز التي تحدثت عن زيارة البابا فرانسيس إلى العراق واعتبرت أنها تمنح الأمل والراحة للعراقيين من كافة الأديان والطوائف فضلا عن رسالته في تشجيع المسيحيين العراقيين على البقاء في وطنهم فإنها تحمل بعدا آخر يؤكد على التعايش بين مكونات الشعب العراقي مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الحصاد نلتقي نهاية الأسبوع المقبل إلى اللقاء شكرا للمشاهدة